اهلا بحضراتكم من جديد نروح بقى لمنتخبنا الوطني للشباب اللي ما شاء الله بقدم عروض اكثر من جيدة مع الكابتن محمود جابر دلوقتي في بطولة العرب في السعودية ما شاء الله وده افضل استعداد قبل تصفيات المؤهلة لبطولة امم افريقيا للشباب شفنا المباراة السابقة امام المغرب يعني اللي عجبني جدا في منتخب الشباب مع كابتن محمود جابر الروح العالية جدا داخل الملعب القتال داخل الملعب شفنا تأخر منتخب مصر بهدف في البداية لكن منتخبنا او شبابنا قدروا رجعوا مرة تانية بعد التقدم بهدفين مقابل هدف لمنتخب مصر شفت الروح العالية جدا من اللعيبة كلها ده ان شاء الله منتخب مبشر عندنا كمان من المنتخب رافة خليل خلونا اقول لحضراتكم الاول منتخب مصر يهزم المغرب ويتأهل للنصف النهاية كاس العرب للشباب وهيقابل منتخب الجزائر افتتح المنتخب المغربي هدف المباراة عن طريق اسامة لعقوبي في دا عشرين واستطاع شباب منتخب مصر من ادراك التعادل عن طريق احمد نادر حواش في ديئة 32 واحمد نادر ده من لعبي نادي امبي وفي دا ستين تمكن صلاح باشا من احراز الهدف التاني لفت نظري كم لعب في منتخب مصر للشباب احمد نادر حواش من لعبي امبي من اللاعبين المميزين عمر فايد مدافع في المولين العرب برضو من اللاعبين المميزين صلاح باشا اللي محترف في اودنيز برضو من اللاعبين المميزين وابننا بقى في الاهل رافت خليل اللي بقدم ما شاء الله عروض اكثر من ممتازة رافت خليل اللي احنا هنا في قناة الاهل وفي بنامج الاشبال راهنا عليه من اول يوم وقلنا اللعيب ده من اللعيبة الوعدة الصادة ان شاء الله يكون ليه مستقبل مع النادي الاهلي هو ده دي اهدافه مع فريق 2003 في النادي الاهلي واحد من هدفين الدوري خلي بالكم كابت محمود جابر توظيفه ليه بلعبه باكليفت في منتقى مصر بيلعب 3-4-3 في بلعبه في حتة باكليفت اللي بيلع فيها على المعلول لكن لما بتتكلم انت النهاردة وعايز تاخد من رقفة خليل افضل ما يمكن تلعبه وينج رايت الحتة اللي قدامنا حيتليمين او الشمال دي اللي بيلع فيها في النادي الاهلي شايفين الاهداف اللي بيحرزها رقفة خليل لا موهبة صعدة لعيب ان شاء الله يكون ليه مستقبل كبير يعني دي برضو من ضمن المباراة دوري الجمهورية موليد 2003 وشايفين ما شاء الله بيدخل التمنتاشر بيسجل عنده التكوفة عالي بتاعه بيلعب براسه مميز بيلعب كمان برجلين للشمال بيقدر يعني يعمل لمسات جميلة دي برضو من ضمن الاهداف تحت رقفة خليل لا لعيب عنده موهبة كبيرة اتمنى اتمنى كابتن محمود جابر يقدر يستفيد منه في الحتة اللي قدام دي اكتر استفادة تاخدها كابتن محمود من رقفة خليل لو لها في الحتة اللي قدام لعيب بيقدر عنده المراوغة يقدر يعدي واحد على واحد بيقدر كمان زي ما شفنا في الفيديوهات والاهداف دي كلها يقدر يسجل الاهداف كتير فانت انه عايز تستفيد منه بلاش لحتة الباكليفت دي النهاردة بتاخد منه من مجهوده كتير لما بيشتغل في المساحة الميت متر ده افضل مكان لكن رافض خليل راهلنا عليه في مرامج الاشبال وبنقول ان شاء الله ده واحد من الشباب الوعدة الصادة اللي هيكون لي مستقبل قريبا ان شاء الله مع الدرجة الاولى في النادي الاهلي اشتركوا في القناة